موسيقى حاليا باش نكون واضحين حاليا نطالب بالدعم القطاع دعم هذه القطاعات الشغيلة المهنية لأنه القرار قرار الإغلاق التوقيف هو قرار رسمي ونحترمه ونمتتل إليه ولكن رغم يمكنش هدل الناس يستمروا بدون مدخول بدون دعم بدون أي شيء يعني الناس هدوا واش يمشي ويموتوا واش يمشي واسعوا الناس مهنيين اللي كان عرفوهم شرفاء اللي كي اعتمدوا على طاقات الفكرية ديالهم والجسمية ديالهم اللي ملقاوش كيفاش يديرو يواكبوا هذه المشكلة هذا فإلى جنا نهضره على العمال فالعمال إحنا في هذه الشهور هذه اللي وصلنا لها أصلا شهور ديال الفترة اللي كتكون فيها ركود وركود كبير وللأسف أنه يعني لك نقوله شهر ثلاثة فشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة ركتكون أصلا الخدمة ضعيفة وضعيفة جدا ورح ندبها تقريبا ركتر من عام والناس كتعاني والناس كتتطلب وكتتخاطب وكترسل وكتدير جميع الوسائل المسموحة بها قانونا ودستوريا ولكن ما 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 كين تجاوب ما كين حتى شيرض رغم أنه كانت واحد التفاتة ديال الجنة اليقادة وما يتعلق بلاسينيستيس فالقطاع ديالنا راك معروف بأنه يغلب عليه القطاع الغير مهيكل اللي هو واحد خمسة وتمانين تل تسعين في المياه غير مهيكلة واش نقفت عندهم لاسينيستيس واش الجواق عندهم لاسينيستيس واش عيساوة ونكونوا موضوعيين ونكونوا واقعيين في تشخيص ديال هاد القطاع راه إلا بغينا نلقى حلول يجب أن نشخيص واش نعطيه الدواء ولا نديره عملية جراحية ولا شنو نديره راه هذا هو اللي يؤسف عليه أننا نتركه قطاع نسده ونغلقه وما نفكروش فيه نهائيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هناك قطاعات أخرى اللي كل شيء خدام وخدامين وطيعة وخمسة في المياه وخدامين مياه في المياه راه تلاحظون غير في الحياة العامة في الحياة اليومية ديالنا هناك للناس كالناس تشوفهم في طبيصات في أسواق يعني الاكتداد اللي كينتمره مع ديالنا يمكننا أن نكونهم من ضمان على مجموعة ديالوية التي تشوفه في الزمن كينتر يمكننا التسيطر على الواباء يعني كان عندك حفل في قاعة أو كان عندك حفل في دار أو في أي بلاصة يمكنك تسيطر عليه يعني المسائل الوقائية لتفرضات وكينت يجب أن يسكن بعض الشكل الذي نعرفه ونصيره به يعني إذا كان يعطينا غير هذه 50% والطب لا تكون فيها عدد كبير أو شيء هذا الشيء طالبنا به خلال جمع المراسلات ومثلات حوائجة قدرناهما مع السلطة ولكن لا يوجد شيء يقول لك هذا الشيء هو وباء للصائد الوطني والصائد العالمي لا يوجد لك أي مسؤول يقول لك لا يوجد لك ولكن لا يوجد لك أنت الممويل أنت هذه القيطة لنا لأننا قال لك هو الوحيد الذي يدير المشاكل رغم أن المشاكل عندما يتهير السبيطة سأتمنى مشاكل كبير والناس جمعين ومخلطين سأتمنى أنه لا تخلق الضمار سأتمنى حقرة لكي ترى رأسك كل شيء يستخدم وكل شيء يستخدم ونعطيك أي قيمة ونرى قطاعات خلق الثامة ونرى فيهم بوحدنا الوحيدين الذين لم يقبلوا الحل لكي نرجعوا ونعملوا طلبنا خمسة طبالي طلبنا من خمسين في مئة اللي عند القهوة طلبنا 25 في مئة ولكن تثبت على أنه لديهم مشكلة مع القطاع بحيث نحن الوحيدين اللي بقينا لحد الساعة وقفين فالمعاناة والمعاناة القطاع بصفة عامة معاناة كبيرة فتنظر بأن الحكومة يعني كان واحد يعني إحنا مضلومين ضلماتنا بحيث الحكم أننا نبقوا إحنا ما مشتغلين شيء وكنتسنوا إحنا نبقى حاليا تنسنوا هتطلقح اللي غادي يكون واش غادي عاودي يطلقونا رمي يطلقونا هذا الحكم علينا بالإعدام تباكين مجموعة الناس اللي مساكنين اللي هما عندهم أزمة بحيث أنهم بحيث أنهم بحيث أنهم يجبد من ذلك المسائل اللي كانت عنده المعاناة ذي قناة الشيكات وذلك شبوحها ولكن بغير القوة ديالو تقلب باش يأكل ويشرب أو يعطي له إذاسوه باش يخلص لهم من دراسة ويخلص الضول مالي يعني كان مشاكل بحقيقة تراجع تراجع لحكومة هذه المسألة نحن كنا نطلبوه 25% والذي نقول نحن موغينا لا خدمة ولا خدمة ولكن نريد دعم لهذه المسألة لكي يستمروا في الحياة لأنهم مواطنين والدستور لديهم من حق العيش الكريم لكي تساعدوا لذي نتعويض لهذه المسألة لأن نقول مثلا هذه المناسبات والعلاسات لأن العلاسات في القاعات ممنوعين منعين كليا والذي يتحمل مسؤولية والإغلاق والصحب الرخصة والذي يحطرون واللغة الكوميسارية بلصم يديرون الحفلة لهم لذي نحن لا نفكر مناسبة لذي نحن من هذا الحجر الصحي الذي درته الحكومة ودرته وزارة الصحة ونحن الأولين الذين كنا نؤكدوا على الناس أنهم يلتزموا به ولكن الالتزام لذي نحن وفي الأخير نحن الوحيدين من الوحيدين الذين خارج التغطية وتنظن بأن نحن يجب الناس يحسون بنا يجب الناس المسؤولين يحسون به هذا الحيف الذي كان على قطاع الحفلات والقاعة الحفلات بحيث أنه كان العرس والمناسبات الدارة في الضيور والدارة في الغراجات والدارة في فيلات وخايا يطلقوننا الخدمة ولكن لم يكن العرسات لم يكن نحن لا إله إلا وحذر الشركة الدولة ضروري ما يجب الوحيد المبادرة أن الدعم القطاع مات ويزيد يموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر